بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات التعليم الفن الصناعي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية في التلفزيون المصري حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الأول السانو الصناعي هنشتغل مع بعض جدارات الصف الأول تكنولوجيا تبريد وتكيف هنشتغل مع بعض تبريد وتكيف في البداية هنحب نعرف جدارات وإيه الفرق بينها وبين التعليم العام إحنا كنا قبل كده شغالين تقليق التعليم العام كان أعبارة عن مثلا مواد التخصص بتبع تقريبا خمس مواد تخصص بيتم تقسيمها نصين نص في الترم الأولاني ونص في الترم الثاني باجي أنا في الترم الأولاني بذكر أنا المواد وباجي في نهاية الترم مثلا بعد ثلاث شهور بانتحن في المواد ديت سواء جبتي مجموع كبير أو مجموع صغير ما بفرقش باجي بعد كده أخش الترم التاني بذاكر فيه وبانتحن فيه موضوع الجدارات مختلف تماما عن الموضوع ده خالص هو طبعا في فايدة كبيرة جدا للطالب وهنقول ليه موضوع الجدارات بيبعبارة عن مثلا من في الصف الأول عندي سبع وحدات سبع وحدات طبعا بخدهم ستيب باي ستيب بخدهم خطوة خطوة بخدهم وحدة وحدة بخلص الوحدة ديت بخش في الوحدة وراه طب نعرف الموضوع ده ازاي أنا عندي هنا في الصف الأول تبريت أكييف سبع وحدات عندي أول وحدة اللي هي الأمن الصناعي بس دي مختلفة شوية دي بشتغل فيها السنة كلها أما عندي تاني مادة اللي هي الرسم الفني برضو بشتغل فيها السنة كلها بعد كده عندي خمس وحدات بيبتدي اشتغل وحدة بعد كده وحدة طب ايه الفرق او ايه النظام بيمشي ازاي النظام اكيد ان انا مثلا مراكب قطر بشتغل او ببتدي من محطة لحد اخر محطة باخد محطة في التانية في التالتة في الربعة ماينفعش اروح المحطة التالتة قبل ما عد على المحطة التانية هو ده نظام الجدرات باخدها وحدة وحدة اشتغل في الوحدة بعد كده بيبتدي طوكيمي وبعد كده بخش في الوحدة الوراه لحد بوصل لنهاية المطاف الاخر محطة اللي هي الدبلوم وباخد الشهادة بتاعتي الموضوع ده مفيد للطالب هو مفيد جدا لنا مفيد ازاي اللي انا دلوقتي انا بشتغل الوحدة بشتغل فيها مثلا شهر شهرين وبالتالي بقدر استوعبها بفهمها وابتدي طوكيمي عليها بخلص الوحدة بخش في الوحدة اللي بعد كده طبعا موضوع مفيد جدا للطالب وهنستمتع به مع بعض زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة انا عندي سبع وحدات الوحدة الاولى وهي وحدة الامن والسلامة ديت شغال معايا طول السنة فيها جزء نظري وفيها جزء باخده في العملي عندي بعد كده مادة الرسم الهندسي عندي معايا طول السنة طول ما انا شغال في الوحدات انا شغال رسم وشغال امن صناعي طيب نيجي بعد كده في خمس وحدات هبتدي فيهم من اول العام الدراسي لحد نهاية العام الدراسي بس بخدهم بالترتيب وحدة وراء التانية وراء التالتة وراء الحد ما اوصل لخمس وحدات وبتدي تقييمي على كل وحدة كل ما بنجح في وحدة أو بينجي تمام الوحدة بخش على الوحدة اللي بعد كده طيب نجي مع بعض نشوف ايه الوحدات اللي احنا هندرسة مع بعض عندي في البداية عندي وحدة الامن الصناعي ودي انا بشتغل فيها من اول السنة زي ما احنا شايفين بشتغل فيها من تسع عشرة لحد اتناشر خمسة يعني العام الدراسي كله نفس الكلام في الرسم الفني بشتغله العام كله بعد كده اجي على الوحدة التالتة اللي هي وحدة اسمها تشكيل الساج وتوسيله تيه طبعا بخده من اول السنة لحد شهر 11 طبعا احنا في الوقت اللي احنا شغالين دلوقتي احنا خلصنا الوحدة التالتة واحنا موجودين في الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة اللي هي عملية تشكيل الموسير والحم ودي وحدة ممتازة جدا وفيها مادة علمية مفيدة جدا هندرسها مع بعض عندي بعد كده الوحدة الخمسة اللي هي التوصيلات والدوائر الكهربائية الوحدة الستة سيانة واسلاح الدوائر الكهربائية الوحدة الاخيرة لوحدة السبعة سيانة واسلاح الدوائر الميكينيكية نيجي مع بعض ونشتغل الوحدة الرابعة عملية تشكيل الموسير والحمها موضوع بسيط جدا تقريبا عدد الاسابيع اللي انا هشتغل فيها ستة اسابيع فيها اربع مخرجات المخرج الاولاني اللي هو اختيار مواصفات الموسير هندرس مع بعض الموسير وخلي بالنا ان في الجزء ده عندنا تمرين نحاسا نشتغل عليه في العمل تاني مخرج عندي تشكيل الموسير بانواحها المختلفة تالت مخرج توصيل الموسير بانواحها المختلفة رابع مخرج اللي هو تقييم اداء خاص ويخطط لتحسين طبعا عندنا هنا الفترة الزمنية اللي احنا نشتغل عليها عندي زي ما احنا شفنا عندي هنا المخرج الاولاني ببالية مرفق انا هشتغل عليه عند المخرج التاني في مرفق هسلمه عند المخرج التالت عندي مرفق رقم تلاتة ومرفق رقم اربعة عند المخرج الرابع بيبقى في مرفق خمسة وستة مخرج الخمسة ده بيبقى عبارة عن اختبار شفوي واختبار تحريلي نيجي مع بعض نمسك المخرج رقم واحد اللي هو اختيار مواصفات الموسير اختيار مواصفات الموسير هادرس فيه اربع نقاط مهمين جدا النقاط دياتة انواع وخواص الموسير المستخدمة في مجال التبريد والتكيف طرق تشكيل الموسير تمرين التمييز بين انواع ومواصفات الموسير بعد كده عندي تجربة هشتغل عليها تحديد كسافة موسير حديد او سواء كانت نحاس او الاموني نيجي في البداية تستخدم مواصير النحاس بكسرة في دوائر التبريد والتكيف ليه دوائر التبريد والتكيف بستخدم فيها مواصير النحاس تستخدم مواصير النحاس في دوائر التبريد والتكيف بسبب ايه هي بقى الاسباب ديات عندي اول حاجة لجودتها رخص سمنها سهولة تشكيلها اختلاف اكترها عندي لها اكتر كتير فبالسهل علي وجودها في دائر التبريد تبادل حراري الجيد عدم تفاعلها مع مركبات التبريد طبعا موضوع مواصر النحاس ده موضوع أساسي في دوائر التبريد وتكيف إحنا طبعا عارفين أن أي داير التبريد أو أي داير التكيف بتترك من أربع أجزاء أساسية عندي ضاغط وعندي الكوندينسر وعندي اكسبانشن فالف وعندي اليفوبرات اللي بيربط الأربع أجزاء ده ببعض اللي هي مواصر النحاس طبعا ليه إحنا قلنا النحاس؟ لأنه عند إذا قلت لك ليه لحاجات كتير عندي جودتها وعندي رخص سمنها وسهولة تشكيلها إحنا عندنا في الدائرة الموصير بيبقى فيها أقواع وبتلف وبتروح وتيجي فلازم أجيب حاجة سهلة التشكيل وكمان لازم يكون التبادل الحراري التاعها جيد التبريد والتكيف باعتمد على انتقال الحرارة عامل أساسي اللي على أساسه بتعمل التبريد والتكيف أنا عايز انتقال حرارة بيبقى عالي وبالتالي لازم أستخدم مواصير يبقى فيها التبادل الحراري بتاعي علي جدا زي النحاس والألمونيوم بس طبعا أنا بشتغل نحاس عشان طبعا عندي الضغوط بتبقى عالية شوي طبعا بستخدم الألمونيوم طبعا مثلا لو في التلاجات مثلا القديمة زي احنا شايفين في الفريزر بيتم تصنيع الإيفابوريتور او المبخر من الألمونيوم بعد كده المعدن اللي بيعديه على طول النحاس طبعا اكترها مختلفة وهناخدها مع بعض اكتر او المواسير المستخدمة للنحاس في مجال التابعة كيف بيتم تصنفها الحاجتين اول حاجة للصمك ولمرونة طبعا الصمك بيبقى عندي مواسير كتير بصمك كذا وكذا وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي تاني حاجة وفقا للمرونة للمرونة دي عندي منها حاجتين نوع طري اللي هو بقول علي صفت وعند النوع الناشف او جامد بقول علي هارت ايه هو النوع الصفت بيبقى سهل التشكيل غالبا بدون معاملة حرارية ولا يحتاج لوصالات جهزة يفضل في الخطوط القصيرة والمتوسطة والملفات وتصنع على شكل لفاف طب ايه بقى الهارت اكيد هو مواسير ناشفة لا يشكل الى بعد المعاملة الحرارية ويحتاج لوصالات جهزة مثل حرف ت ويفضل في خطوط الطويلة وصعبة السني ومستقيمة الشكل يعني انا لو عايز مواسير سهل انا قدر اشكلها ولفها والكلام ده وانا باخد اللي هي الصفت اللي هي ايه مواسير الطريق نجبص مع بعض كده انواع المواسير النحاس المستخدمة في مجال التبرد والتكيف طبعا هنا بيختلف مع اساس ايه مقصات الانبيب النحاس اللحمر المصحوب على الناشف اللي هو بقى اللي هي الناشفة اللي هي الانبيب الصلب عندي الاكتار بتاعتها ايه واللي السمك بتاعها اهو الاكتار طيب بالنسبة بقى للنحاس اللي هو الطري عندي الاكتار بتاعته وعندي السمك بتاعي عندي هنا زيرو تلاتين زيرو تلاتين زيرو اتنين وثلاتين زيرو اتنين وثلاتين 035 لحد 055 بالبوصة يعني 55 من 1000 بوصة ده الصمك شوف كده المقاسات مع بعض مقاسات من موصير او اشهر المقاسات المستخدمة في التبريد والتكيف مصورة نحاس مص بوصة ربع تلاتة اربع تم تلاتة اثمان خمس اثمان تلاتة على ستاشر خمسة على ستاشر سبعة على ستاشر صمك او الاكتار الموصير المشهورة في مجال التبريد والتكيف عندي بعد كده عندي طريقة فحص الموصير عايز اعمل فحص الموصير الكلام ده بيتم ازاي انها بتأكد من عدم موجود خن او تسريب او كسر في الموصير الكلام ده هندرسه مع بعض التأكد من عدم احتكاك موصير معضاها ببعض طرق استبدال الموصير عشان استبدال مصورة مكان مصورة بيتم فصل الوحدة عن العمل تخزين او تفريغ مركب التبريد عن الوحدة قص او فك المصورة التالفة تركيب المصورة الجديدة عمل فحص واختبار التسريب عمل تفريغ للوحدة عمل شحن الوحدة تشغيل الداية ده الكلام ده لو انا عايز استبدال المصورة مكان مصورة فعنده هنا الخطوات اللي انا بشتغل عليها طرق تشكيل الموصير الموضوع ده مهم جدا بقى ده بقى ايه بنطيف Mohd وبنشتغل عليه اول حاجة طريقة فرض المصورة الموصير النحاس بيجينا بالشكل الملفوف بالطريقة دية بحتاج اول حاجة اعملها لانا اعمل لها عملية فرض عشان بعد كده بقى اعمل عمليات اللي انا محتاجها اعمل عمليات قطع اعمل تكوية اعمل كل حاجة قادر اعملها عليها اول حاجة بعملها اللي هي عملية الفرق وكلان ده بيتم اللي انا بفردها على كتلة خشبية او على تازجة وبعد كده باعدلها وباقتدى باقتدى اشتغل عليها الطرق التشكيل زي ايه طرق قطع المواصير بقى عن طريق سكينة قطع وباقتدى اشتغل عليها دي طرق تشكيل المواصير ايه تاني طريقة سني المواصير انا محتاج لما اعمل تاني للمسورة اول حاجة عندي طريق تاني لما عن طريق تانية وكلنا عارفين الكلام دو تبقى عندي هنا تجويف بكذا كتر وبابدأ احط المسورة بالكتر المناسب لانا عايزه وبعد كده ابدأ اعمل عملية التاني او هنا باستخدم هنا زي ياي وبحط في المسورة وبابدأ اعمل عملية التاني طبعا انا وجدتانيتها بايدي بالطريقة العادية خالص هيحصل عملية ايه تاني للمسورة هنا هوت وتتخفز معايا طرق توسيع مواصير النحاس عايز اعمل توسيع لمسورة عشان اقدر ادخل مسورة جوه مسورة عندي حاجتين لما عن طريق منجلة وعندي هنا الزرجينة بس هنا باستخدم طاقم اه توسيع او عن طريق لانا باستخدم مصمار التوسيع وبحطه هنا في المنجلة وبابدأ اعمل عملية توسيع بعد كده قبل باعمل عايز اعمل عملية لحام فباعمل خفز للمسورة طبعا عن طريق الزرادين اللي احنا شايفينا دي باستخدم الخفز المواصير النحاس عجل التضييج زي تبكرات دليل او زرادية كبس زرادية كبس زي ما احنا شايفين بالطريقة دي طبعا في طرق توسيع لمواصبة بعضها لانا ممكن اعمل عملية توسيع وابدأ احط مصورة داخل مصورة وابدأ اعمل عملية لحام الطريقة التانية لانا بعمل عن طريق وصلات الفلير باستخدام آلة الفلير بابدأ اعمل شفة فلير بزاوية 45 درجة عن طريق المنجلة والزرجينة زي ما احنا شايفين وابدأ اعمل ويكون انا حاطت السامولة وابدأ اعمل عملية روباط والكلام ده كله بنشوفه في جهاز التكيف عملية روباط عن طريق الفلير بعد كده وصلات اللحام الكلام ده بيتم لو انا عامل خفز للمصورة او عامل توسيع للمصورة وبدخل مصورة جوا مصورة فبتبتدي اعمل عملية اللحام عندي هنا عندي مواصير ومحتاج لنا اخزينها طب ايه هي بقى قواعد تخزين المواصير عندي اول حاجة بعمل تطبيب لنهاية المواصير عشان ما يخشش فيها اي اطراب او اي ملوصات جوا المصورة بعد كده تغليف الاسطح الخارجية للمواصير لحاملتها من العوامل الجوية حفز المواصير في مكان بعيد عن التعرض للصدمات عدم رمي المواصير على الارض عدم رمي المواصير على الزمله يجب ان يكون مكان حفز المواصير نظيفا وجفا دي بالنسبة لكواعد تغزين المواصير عندي بقى موضوع مهم جدا وهي العلاقة بين الكسافة والكتلة والحجم نبص مع بعض كده في البداية الكسافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة وتقاس بوحدة الكيلو جرام لكل متر مكعب الكتلة هي مجدار ما يحتوي الجسم من المادة وتقاس بوحدة الكيلو جرام الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم هو يقاس بوحدة المتر مكعب الكسافة بيساوي الكتلة على الحجم الكتلة زي ما احنا عارفين بتتقاس بالكيلو جرام الحجم بيتقاس بالمتر مكعب وبالتالي لما ارجع اقول الكسافة عندي بيساوي الكتلة على الحجم يعني بتساوي كيلو جرام على المتر مكعب الكلام دوت عايزين نعمل عليه تجربة ونجيب كتلة مصورة نبص كده على التجربة ديت بقول لي ايه لتحديد كتلة حديد او نحاس او الاموني باستخدام مصورة من الحديد او نحاس او الامونيوم معلوم كسفته يعني انا بيديني الكسافة يقول لي كسفت الحديد مثلا كذا كسفت النحاس كذا كسفت الاموني بيقول لي كتر الداخلي بتاعها كذا وكتر خارجي كسف كويس جدا عندنا الكسفات زي موجودة قدامي كسفت الحديد سبعة وسبعة وتمينين من مية جرام لكل سنتيمتر مكعب وهكذا النحاس والاموني طيب المطلوب عايز حدد الكتلة الغرض من التجربة تحديد كتلة مصورة من الحديد او النحاس او لو مهم معلوم كسفت اخدنا الكسافة ايه وعنده كتر الداخلي وكتر الخارجي طيب نعمل ايه احنا قلنا ان الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم وبالتالي لما اجام احتاج الكتلة يبقى هضرب الكسافة في الحجم طيب انا متكسافة انا مدي هالك كويس جدا ومديك ابعاد الكتر الداخلي وكتر الخارجي عن طريق قانون بيستخدمه بجيب الحجم وأنا عندي الكسافة بضرب الحجم في الكسافة يديني الكتل القانون المستخدم بقى لعشان اقدر اجيب به الحجم اهو قدامي الحجم زي ما احنا عارفين الحجم بالمتر مكعب بضرب المساحة في الطول المساحة متر مربع والطول عندي متر متر مربع في المتر يديني متر مكعب طيب المساحة المصورة بقى بيسوي ايه باي على اربعة في دي واحد تربيع نقص دي اتنين تربيع دي واحد اللي هو الكتر الخارجي اما دي اتنين اللي هو الكتر الداخلي اعود في القانون ده اقدر اجيب الحجم وانا عندي هنا الكسافة اضرب الاتنين في بعض اجيب على طول الكتلة موضوع بسيط جدا ومفوش اي حاجة قانون سهل كتلة على الحجم بيديني الكسافة محتاج الكتلة بضرب الكسافة في الحجم طول الانبوبة من الدهاني هنا بقول لي خمسين سنت الطول ده خمسين سنت دي واحد الكتر الداخلي ودي اتنين الكتر الخارج بالنسبة للحديد اللي هو الكسافة بتاعته 87.8 من 100 جرام لكل سنت مكعب اللي هو موجود قدامه محتاجة اجيب الكتلة طب اجيب الحجم الاول الحجم بيسوي ايه الحجم بيسوي المساحة في الطول زي ما قلنا المساحة بيسوي ايه b على 4 دي تربيع بس انا عندي هنا بقى كتر الداخلي وخارجي هيبقى دي اتنين تربيع اللي هو كتر خارجي ناقص دي واحد تربيع اللي هو كتر الداخلي وبالتالي انا كده جبت المساحة لما اضربها في الطول ها ديني الحجم سنت متر مكعب طب انت ليه ما كتبتش متر مكعب نبص كده مع بعض هو الكتر من دولي بايه بالسنت بالسنتي. والطول خمسين سنتي. وبالتالي انا بضرب سنتي في سنتي في سنتي وبدالي يديني سنتيمتر مكعب. اتناشر واحد من عشر. طيب كويس جدا. نكمل مع بعض بقى انت كده حلتها خلاص. انت هجيب بعد كده الكتلة بضرب الكسافة في الحجم. الكسافة انا مدها لك. اللي هي سبعة وسبعة وثمانين من مية. والحجم انت لسه جايبوا دلوقت ومبعوت في القانون اللي هو اتناشر واحد من عشر. بضرب دهف ده يديني خمسة وتسعين واتنين من عشر. طب انت كتبت الجرام ليه? طب هي مش الكتلة بالكيلو جرام? الكتلة بالكيلو جرام او بالجرام. على حسب انت هنا مديني الكسافة ايه? سبعة وسبعة وتمانين جرام جرام. لكل سنتيمتر مكعب. وبالتالي لما اجي اضرب في سنتيمتر مكعب هيديني ايه? جرام. موضوع بسيط نفوش اي حاجة. بكده اكون انا خلصت المخرج الاولاني. موضوع بسيط جدا ومفوش اي حاجة. صغير. نجي بقى نخش على المخرج التاني وهو مهم جدا. تشكيل المواسير بانواحها المختلفة. هندرس ايه بقى? هندرس خمس نقاط. اول حاجة هاخد هنا انواع الحرارة. تاني حاجة العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة. تالت حاجة طرق انتقال الحرارة. توصيل حمل اشعاع. بعد كده رابع حاجة. الى عمليات الخاصة بمواسير التبريد. ايه هي العمليات اللي انا بعملها على مواسير التبريد? بعمل عمليه القطع. اعمل توسيع. فلير. سني. خفص. خمس حاجة. تمرين نحاس. لانا بعمل بقى تمرين. بلخص الموضوع ده كله. وبعمل تمرين وبعمل عليه العمليات دي كلها. القطع والتوسيع والفلير والسني والخفص. تمام? نجي في البداية ناخد الايه? الحرارة وطرق انتقال حرارة. موضوع مهم جدا. الحرارة زي ما احنا عارفينها وخدناها من الابتداء. هي احدى صور الطاق التي لا تفنى ولا تخلق منها. تنتقل الحرارة بالتسخين او التبريد من المنظومة والوسط المحيط بها. نتيجة ايه? لازم فيه فرق درجات حرارة. نتيجة فرق درجات الحرارة داخل المنظومة وخارجها. يرمز بالحرارة كيو وحدتها جول او كيلوجول. علما الحرارة المطروضة من المنظومة لما انا بطرد حرارة من المنظومة الاشارة بتطلع لي بالسالب. دي معناها الحرارة مطروضة. زي اللي بيحصل في المكسف او كوندينسل. كوندينسل اللي بيحصل بيتم ترضي ايه? حرارة. يبقى بتطلع لي ايه? بالسالب. بينما الحرارة المضافة للمنظومة زي اللي بتحصل في اللي هو المبخر بتكون ايه مجابة لها مضافة مثل الحرارة المكتسبة فين فيه المبخر اه نيجي بعد كده والحرارة اما تكون حرارة محصوصة او حرارة كامنة ده موضوع مهم جدا بقى ايه بقى الحرارة المحصوصة وهي الحرارة الكامنة الحرارة المحصوصة عبارة عن ايه بيحدث تغيير في حالة او في حرارة المادة ولا يحدث تغيير في حالة المادة اه مع بعض كده موضوع الحرارة المحصوصة والحرارة كامنة مهم جدا الاتنين القربين من بعض بس مختلفين تماما انا عندي هنا الحرارة المحصوصة احنا عارفين لأول حالة المادة عندي ممكن تبقى حالة صلبة حالة سائلة حالة غزاء زي المية مثلا ممكن تبقى في حالة صلبة اللي هي لو تلج ممكن تبقى في حالة سائلة اللي هي المية العادية اللي هم نشرب وممكن تبقى في صورة بخار لما بغليها وبتتحول ليه؟ لبخار يبقى عندي تلس صور للمد صلب وسائل وغاز طب كويس بقى طبعا لما باجي لو عندي حتة تلجة وباجي ارفع درجة حارتها بتتحول من صورة لصورة بتتحول من سائل او بتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة ولو استمريت في رفع درجة الحرارة بتتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية طب ده لما بديها حرارة بديها حرارة طبعا ساعت من كل الحرارة دي تبقى محسوسة وممكن تبقى كاملة امتى بقى تبقى حرارة محسوسة وامتى تبقى حرارة كاملة ده بقى صلب الموضوع اللي احنا ايهي النقطة اللي هم نتكلم عليها الحرارة المحسوسة اللي هي رفع او خفض درجة الحرارة ولكن حالة المادة سابتة زي ما هي معايا يبقى الحرارة المحسوسة رفع او خفض درجة الحرارة ولكن حالة المادة زي ما هي مثلا لو عندي حتة التلج احنا عارفين التلج بيزوب عند درجة حرارة عند السفر يبدأ يتحول من صورة بصورة مثلا لو هي عند سالب 20 وانا عامل ارفع درجة حرارتها لحد ما وصلتها للسفر هي لسه حالة صلبة دي اسمها حرارة اللي خدتها حرارة محسوسة رفع درجة الحرارة ولكن حالة المادة زي ما هي حالة صلبة طيب نيجي بقى عند السفر بيحدث التغيين لو انا اديتها درجة حرارة استمريت في رفع درجة الحرارة هتبتدي تتحول من صورة لصورة هتتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة والكلام ده ايه؟ ده لسه عند السفر دي اسمها الحرارة كاملة يعني لو وصلتها عند السفر وبديها حرارة دي اسمها حرارة كاملة درجة الحرارة سابتة ولكن بتتحول من صورة لصورة بتتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة وإحنا كده عرفنا الحرارة كاملة والحرارة المحسوسة الحرارة المحسوس زي ما قول رفع درجة الحرارة حالة المادة لسه زي ما هي ولكن برفع درجة الحرارة وقللها وصلت لحد السفر بديت حرارة الحرارة اللي هي مادة لدي حرارة كم حرارة كم حرارة بس حرارة درجة الحرارة سابتة بس حالة المادة بتتغير من صورة لصورة من صلب مسان لساء تمام? وصلت لحد ليه? السفر هرفع درجة الحرارة بقت مية اتحولت من الحالة الصلبة لحالة السيل هارفع درجة الحرارة الحرارة اللي هيبتاخدها دلوقتي دي حرارة محسوسة حرارة محسوسة بدلنا استمر في رفع درجة الحرارة حرارة محسوسة ايه لحد ما وصل للمية احنا عارفين ان المية بتغلي عند ايه 100 درجة مقاوية او ما وصلها عند المية دي كلها حرارة محسوسة خديتها رفع درجة الحرارة حالة المادة زي ما هي سائلة سائلة لحد ما وصل للمية بعد ما وصل للمية وبديها حرارة درجة الحرارة بتبقى سابتة تبدأ تتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية يبادي عندنا الحرارة المحصوصة والحرارة الكاملة عشان ما نتلغبطش فيها يبادي نيجي نتكلم مع بعض الحرارة المحصوصة بيحدث تغير في حرارة المادة ولا يحدث تغيير في حالة المادة المادة زي ما هي تغيير درجة حرارة المادة نتيجة اضافة او صحب كمية حرارة طب ايه هو القانون المستخدم في الموضوع ده الكيو بالساوى الام دوت سي بي دلتا تي نبتدي بقى ايه القانون اللي احنا وغدينه الجديد ده الكيو اللي هي كمية الحرارة وبيتم مقياسها بوحدة الواط الواط دوت عالم حتى لما نيجي نكتب الواط نكتب الواط دي الدابلو دي نكتبها دابلو. لدي اسمها عالم. عالم اسمه وط. يبقى كمية الحرارة المحسوسة اسمها كيو. بعد كده الام دوت معدل سريان المائع. معدل سريان المائع. مدام قلت دوت هنا يبقى معدل. هيبقى عندي هنا بتتقاس بكيلو جرام على الثاني. بعد كده السي بي اللي هي الحرارة النوعية بسبوط الضغط. تي تنين نقص تي واحد اللي هي فرق درجات الحرارة. كويس جدا. خلي بقى لك هنا الام دوت اللي لو انا عوضت بها بالكيلو جرام على الثانية تطلع للوحدة هنا بالوقت. طب هنا لو عوضت بها بالكيلو جرام بس تطلع لنا الوحدة بالجول او بالكيلو جول. الحرارة كامنا قلنا الحرارة محسوسة بقى نخش على الحرارة كامنا يحدث تغيير في حالة المادة. من صورة لصورة. ولكن درجة الحرارة عندي سبت. زي هنا مسلا. زي احنا ادينا المسلا من شوية. دي مسلا مي. في صورة صلبة. تبدأ درجة حرارة مسلا سلبة اربعين لحد آآ السفر. دي حرارة محسوسة. حرارة ايه? محسوسة. عند السفر بتاخد حرارة كامنا? حرارة كامنا. بتتحول فيها من حالة لحالة. من صلب لسائل. لما توصل عند السائل ببددي ارفع درجة حرارة بتاخد حرارة محسوسة. لحد ما وصل للمية. عند المية بيبتدي الغلايان. بتتحول من صورة لصورة. الحرارة كامنا. حرارة كامنا. بعد كده بتتحول لمهارة. طيب. نيجي نبص مع بعض. الحرارة محسوسة عرفناها. والحرارة كامنا عرفناها. طيب. الحرارة كامنا. آآ عندي منها امثلتها. في حاجة اسمها الحرارة كامنا للانسهار. دي بعض التعريفات بقى اللي احنا ايه ممكن نستقل فيها. الحرارة كامنا للتبخر. الحرارة كامنا للتجميد. الحرارة كامنا للتكسيف. كلام كويس جدا. ايه بقى الحرارة كامنا للانسهار? بعرفها بقول هي كمية الحرارة التي يتم اضافتها لتحول المادة من الحالة الصلبة الى السائلة. مع سبات درجة الحرارة. نيجي بعد كده. الحرارة كامنا للتبخر هي كمية الحرارة اللي بيتم ايه بقى? ازالتها. اللي بيتم ازالتها. من المادة سائلة تحولها من الحالة الصلبة مع سبات درجة حرارة. الحرارة كامنا للتجميد هي كمية الحرارة يتم اضافتها لتحول المادة من سائل الى غاز مع سبات درجة الحرارة. الحرارة قمنا للتكسف هي كمية الحرارة اللي بيتم ازالتها من المادة لتحولها من غاز الى سائل مع سبات درجة الحرارة. والكلام ده اللي بيتم في الكوندنسا. طيب ايه هي العوامل اللي بيتم توقف عليها كمية الحرارة? ده سؤال ممكن يعني موجود كتير. اسألك ايه هي العوامل اللي بيتم توقف عليها كمية الحرارة? كتلة الجسم? فرق درجات الحرارة? نوع المادة او الجسم او ما يطلق عليها الحرارة النوعية بسببت الضغط. القانون الكيو بيساوي الام في سي بي دلتا تي. زي ما قلت لك الام لو بالكيلو جرام تطلع للوحدة هنا بالجول او بالكيلو جول. ولو هنا عندي كيلو جرام عالصينية تطلع لهنا الوحدة بالواط. الام سي بي دلتا تي. اه خلي بقنا هنا بقى. ايه العلاقة بين الام والكيو هي علاقة. علاقة ايه? ده علاقة طردية. طردية مع كتلة الجسم. يعني كل ما زادت كتلة الجسم كل ما زادت كمية الحرارة. طيب الفرق ده بين درجات الحرارة التدائية اللي ياتي واحد والنهائية تي اتنين. اه علاقة برضو هي علاقة طردية. زيادة الفرق ده بيزود لي كمية الحرارة. الحرارة النوعية بسبوط الضغط وهي بتقاس بكيلو جول لكل كيلو جرام كيلفين. الحرارة النوعية بسبوط الضغط باجع رفها هي كمية الحرارة اللازمة لرفع او خفض درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة. درجة حرارة واحدة فقط. الواحدة بتاعتها ولازم نكون احنا فاهمين الكلام ده خالص. وحدتها كيلو جول لكل كيلو كيلو جرام كيلو. ناخد بقى سؤال بيجي يقول لي احسب كمية الحرارة الرزمة لرفع درجة الحرارة واحد كيلو جرام من الماء من خمسة الى خمسة وعشرين درجة مقوية. ازا علمت ان الحرارة النوعية للمية اجاب لك الحرارة النوعية على طولها اربعة ومية سبعة وثمانين من الف كيلو جول كل كيلو جرام كيلو. اول حاجة بعملها لما بيجي لي مثال ببدأ حط الداتا بتاعتي. المعطيات اللي عندي في المسألة. عندي هنا اول حاجة الام. اللي هي الكتلة. اما حاجة لازم في المسألة اترجم المسألة صح. عشان ما ابدأ احل. عندي هنا الكتلة واحد كيلو جرام واحد كيلو جرام. بعد كده قالك ايه? من خمسة الى خمسة وعشرين دي ايه دي? لدرجات الحرارة تي واحد وتي اتنين. يبقى خمسة وعشرين وخمسة. عندي هنا اخر حاجة قال لي الحرارة النوعية بثبوت الضغط. اربعة ومية سبعة وثمانين من الف كيلو جول لكيلو كيلو جرام. انا عارف دي دي الكيمة دي بتاعتين مية عطول. يعني لو جاتل مية بحط الكيمة دي عطول. سلوشن اللي هو الحل. ابدأ حل. في البداية انا عارف القانون. القانون بقول لي ايه? الكيو بيساوي الام سي بي دلتا تي. طبعا خلاص مادم انا كتب القانون وكاتب الداتا بتاعتي مجرد تعويض مباشرة على طول. مفوش اي حاجة. الام بشالها وبحط الكيمة بتاعتي واحد. مدهالي. السي بي بحط الكيمة بتاعتها. تيت نين نقص واحد. او تيت كبيرة نقص الصغير. درجة الحرارة كبيرة خمسة وعشرين. ناقص خمسة. لما بيجع عوض اضرب ده في ده في ده تليع لي تلاتة وتمانين كيلو جول طاعت. هي كيو مش انت قلتلي مرة تطلع لي بالوقت ومرة تطلع لي بالجول. اقول لك انا. لو الام بالكيلو جرام تطلع لي هنا بالجول او بالكيلو جول. لو الام بالكيلو جرام على الثانية تطلع لي هنا بالوط على طول. تمام. ناخد مثال تاني. احسب كمية الحرارة المزالة. لتبريد 18 كيلو جرام من المي. طبعا دي كتلة. اكتب الام بيسوي 18 كيلو جرام على طول. من درجة حرارة من كزا لكزا. تي واحد تسعة عشرين لتي تنين تلاتة. والحرارة النوعية ما اديها لك على طول عشان ما نحفظهاش. اربعة ومية سبعة وتمانين من الف. نحل القانون كيو ام سي بي دلتا تي. الام التمنتاشر. السي بي قمتها موجودة. التي تنين وتي واحد موجودين. اعود تعود مباشر. اطلع على طول. نخلي بانا الام بالكيلو جرام. تطلع للواحدة هنا بكيلو جول. لانا عندي هنا الحرارة النوعية. بكيلو جول لكل كيلو جرام. نبص كده مع بعض. لو انا حطيت هنا كيلو جول لكل كيلو جرام. الكيلو جرام هيروح مع كيلو جرام. والكيلفين هيروح مع كيلفين وبتالي هتبقى لي هنا الكيلو جول بس. يعني انا لو مش عارف الواحدة تطلع لي ايه? اكتب لوحدات بتاعة القانون بتاعتي. وابتدعوض فيها. هيطلع لي الواحدة النهائية. طرق انتقال الحرارة. طرق انتقال الحرارة ده بقى موضوع مهم جدا. محتاجين اللي احنا نعمل ازبط عليه. وليفهمه كويس. طرق انتقال الحرارة دي مادة لوحدة. مادة كبيرة. طرق انتقال الحرارة عندي تلات طرق لانتقال الحرارة. اول حاجة انتقال حرارة بالحمل لو. عند انتقال حرارة بالتوصيل لو. وبعد كده اخر حاجة انتقال حرارة بالاشعاع لو. طيب ايه الفرق بين انتقال حرارة بالحمل والتوصيل والاشعاع. موضوع ده محتاجين احنا نفهمه كويس جدا. عشان الموضوع بالنسبة لنا يبقى سهل. طب اديك مثال يجمع التلاتة دول. بس قبل ما ادي مثال هو انتقال حرارة احنا بندرسه ليه? او ايه اهميته? زي ما قلت موضوع التبريد والتكييف مبني على انتقال الحرارة. اساسي هي انتقال الحرارة. انا مثلا عندي افابوريتر وعندي كوندنسر. بيحصل هنا عملية تبريد. بيحصل هنا عملية في اه محتاج لنا ابرد الكوندنسر. فمحتاج انتقال حرارة. ابرد. صح? زي ما نسلا انا عملت جبات شاي. لو انا حطيتها قدامي. محتاج لنا اشربها بسرعة. فبحول ابردها لو انا حطيت عليه اي حاجة هوت عليها. هيحصل انتقال حرارة اكتر. فتبرد. ده مثال بسيط. احنا عايزيني حاجة بقى ايه? يجمع لي الثلاث طرق. انتقال حرارة انا عزفها من المثال ده. هقول لك. لو انا جاب اناء. اناء. وحطه على نار. وشغلت النار. بعد فترة هلاقي المية اللي جوه اللي انا حطيتها في الاناء. المية دي سخنت. طيب. سخنت ليه? حصل حاجة اسمها انتقال الحرارة. هي الترانسفير. بس بالثلاث طرق. كونفكشن. كوندكشن. وراديشن. انتقال حرارة بالحمل. وانتقال حرارة بالتوصيل. وانتقال حرارة بالاشعاع. طب بقى نفهم بقى. التلات طرق دول فين? في المثال احنا بنتكلم عليه. انا عندي انتقال حرارة من النار للسطح الخارجي للاناء. ده انتقال حرارة بالاشعاع. يبقى انتقال حرارة بالاشعاع زي النار. زي اشعة الشمس. زي اللندا. لو انت حتيت ايدك جنب اللندا هتلاقي اللندا فيه سخونة في حصل انتقال حرارة من اللندا للهوى اللي حوليها ده انتقال حرارة بالإشعاع. أشعة الشمس للأرض انتقال حرارة بعد فترة لو انت ماشي في في جو وكان فيه شمس مشمس بتلاقي ارتفاع درجة حرارة الهو. ايه اللي حصل? الهوة سخن ليه? بانتقال الحرارة بالاشعاع اللي حصل من اشعاع الشمس. النار ده بقى المسلح من التكلم عليه. اللي هو الانائق. يبقى الاشعاع مسلا من عند الشمس لامبا عند النار. طب انا حصل انتقال الحرارة من النار للسطح الخارجي للاناق. ده اسمه انتقال الحرارة بايه? بالاشعاع. ماشي? السطح الخارجي للاناق صح? حصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي للاناق. انتقال الحرارة ده اسمه انتقال الحرارة ايه? بالتوصيل. انتقال الحرارة بالتوصيل. يبقى وصل الحرارة من السطح الخارجي للسطح الايه? الداخلي. من السطح الداخلي للمية اللي موجودة جوه? حصل انتقال حرارة اسمه ايه? انتقال حرارة بالحمد. باي كونفكشن. هي الترانسفير باي كونفكشن انتقال حرارة بالحمد. يبقى عندنا الانتقال الحرارة حصل من النار للمية بالتلات طرق. بالاشعاع بالتوصيل بالحمد. بديش كوندكشن كونفكشن. كويس جدا. مثال فيه مثال قريب منه في التبريد. سامحنا عارفين من داير التبريد واحنا وحدة تشكيل المواصير. ليه بندرس حرارة? اللي هي خاصة بالمواصير. ازاي? زي ما قلت في بداية الحلقة انا عندي الداير التبريد الاساسية عبارة عن اربع اجزاء. كوندنسر. اه او ضاغط مكسف اداة انتشار مبخرة. اللي بيربط الاربعة دول ببعض. احمد كانوا داير التبريد الاساسية. اللي بيربط الاربعة دول ببعض مواصير التبريد. بيمشي فيها ايه? في الفريون. الفريون اللي بيمشي جوه المواصير بيتحول حالته من صورة لصورة. مرة في مطاق يبقى بارد ومرة في مطاق يبقى ساخن. بلاقيه جوه الافوبريتر او المبخر بلاقيه بارد. بلاقيه جوه الكوندنسر او المكسف بلاقيه ساخن. حالته بتتغير من بخار لسائل ومن سائل لبخار. بيحصل انتقال حرارة هو اللي بيخليه بيحصل في كده. انتقال الحرارة الحتة بقى اللي احنا بنتكلم فيه. طيب هنفترض انه مركب تبريد ماشي جوه مواسير. هنفترض المواسير ده مواسير يعني مواسير المفروضة هو مركب تبريد درجة حرارته منخفضة. اللي بيحصل? بيبرد السطح الداخلي للمصور. صح كده? بيحصل انتقال حرارة طب اه هو وصل الاول في البداية. برد السطح الداخلي. هو برده ده كان انتقال حرارة. انتقال حرارة ايه? انه هو انتقال حرارة بالحمل. خلاص يبقى السطح الداخلي وصل له الحرارة برد. هيحصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي او السطح الداخلي للسطح الخارجي. السمك بتاع المصورة ده. السمك بتاع المصورة. حصل في انتقال حرارة. ده اسمه انتقال حرارة بالتوصيل. من السطح الداخلي للسطح الخارجي. كويس جدا. يبقى وصلت البرودة من مركب التبريد لحد السطح الايه? الخاري. السطح الخاريجي برد. بهم جاي بمروحة ودفع هوا على موسير ده. لو عملت كده ايه اللي بيحصل? هتلاقي الهوا اللي حوالين الموسير ده برد. هي بقى دي نظرية الايه? التبريد او الايه? عملية التكييف. موسير برده بطبع عليها هوا. بيجي لهوا ايه? بارد. بس نخلي بالنا. الهوا ده بارد جي ازاي? وجي من اين? عن طريق مركب التبريد. بس باتصال غير مباشر. اتصال غير مباشر. حصل كم انتقال الحرارة? اتنين. حصل انتقال الحرارة بالحمل من المركب التبريد للسطح الداخلي وبالتوصيل من السطح الداخلي للسطح الخارجي. وبالحمل من السطح الخارجي للهوا المحيط بيه. تمام? يبا احنا كده عرفنا وفهمنا انتقال حرارة وصور انتقال الحرارة. تعالوا مع بعض بقى نشوف الكلام ده. طرق انتقال الحرارة بتلت طرق. حمل توصيل اشعاع. زي ما احنا جبنا المثال ولسه اقيله من شوية. عند هنا من النار لسطح الخارجي للاناء اللي في مية ده. حصل انتقال الحرارة بالاشعاع. ماشي. السطح الخارجي ده سخن. فوصل السخنية للسطح الداخلي. ومن السطح الداخلي وصل السخنية للماء. يبا انتقال الحرارة هنا بالاشعاع. وبعد كده انتقال الحرارة بالتوصيل خلال السطح. وبعد كده بالحمل من السطح الداخلي للماء. كويس جدا. نيجي بقى نمسك انتقال الحرارة بالحمل. انتقال الحرارة نخليك معايا بقى. فيه منه نوعين. فيه منه انتقال حرارة free convection وfirst convection. فيه انتقال حرارة بالحمل الطبيعي وانتقال حرارة بالحمل الجبري. ده موضوع مهم جدا. طب امتى اقول عليه free convection او forced convection. انت انتقال حرارة بالحمل الطبيعي او بالجبري. اديك مثال. مثال بسيط خالص. لو انا عندي سطح. انا مسخنه. سطح ساخن. ماشي? وسبته في الهواء شوية. ايه اللي يحصل? هيبرد بس بعد فترة. طب انا اللي عايزه يبرد بسرعة. بعمل ايه? بحطه قدامه مروحة. مروحة دي بتدفع هوا على السطح. وبالتالي السطح دوت بيسخن. يبعرفني دل وقت انتقال حرارة بالحمل الطبيعي الجبري. الجبري اللي هو فيه كوة محركة زي فان او مروحة. اما بحمل الطبيعي. نتيجة تغير كسافة الهواء. ازاي? زي ما قلت لو عندي سطح والسطح دوت ساخن. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل? اللي هيحصل انتقال حرارة بينه بين السطح والهواء المحيط به. تمام? صح? الهواء اللي هيحصل له? الهواء هيسخن? طب خلي بالك كسفت الهواء. لما الهواء يسخن كسفته اللي هتحصل? كسفته هتقل. كسفته هتقل. 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 لفوق وهينزل مكانه الهوى البارد. تبعا للكسافة. هينزل الهوى البارد. هيحصل له ايه? هيلامس السطح. هيسخن. هيخف يعني بالعرب هيخف هيطلع لفوق. هينزل مكانه هوى بارد. وهكذا انتقال الحرارة نتيجة تغير كسافة المائع. اللي هو الايه? الهوى. اما بقى لو عايز انا تسخين بسرعة. بحط قوة محركة. ده اسمه بقى انتقال الحرارة الحمل بس الجبري. اللي هو فورس الكونفكشن. بحطه هنا. تم دفع الهوى كتير على السطح ده. فالصحة ده السطح ده ايه يحصل له? بيبرد بسرعة. زي مسلا لو انا عام مسلا اي حاجة سخنة. مية سخنة. وعاوز براتها لو انا عادت اهوى فيها او حطيتها قدام مروحة. ايه اللي بحصل لها? بتبرد بسرعة. بتبرد ايه? بسرعة. ده اسمه انتقال الحرارة بالحمل بس ايه? الجبري. قبل حمل الطبيعي بيبقى نتيجة تغير كسافة المائع. يبقى انتقال الحرارة بالحمل خدنا منه اتنين حمل طبيعي وحمل جبري. نكمل مع بعض انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي. الطبيعي لا يوجد به اي وسيلة لتحريك الهوى. ولكن بيعتمد على حدوث تغير في كسافة المائع. كسافة المائع لما بتتغير بيتم حركة الهوى فوقه تحت. الهوى طبعا البارد بيبقى تقيل بينزل لتحت الهوى الساخن بيطلع لفوق. تغير الكسافة في بيحول فبيخليني بيحصل انتقال حرارة ايه? كتير. طب ايه هو القانون المستخدم في انتقال حرارة بالحمل الطبيعي? قانون سهل جدا وبسيط. الكيو بيسوي الاتش في الايه في الدلتة اس نقص تي ايه? ايه بقى الكلام ده? الكيو اللي هيا كمية الحرارة. الكيو اللي هيا كمية الحرارة. اما بالنسبة الاتش ده معامل انتقال الحرارة بالحمل. واحدة طوات لكل متر مربع درجة مقوية. مضروف في ايه? مضروف في المساحة. مساحة السطح المعرضة لانتقال الحرارة. مضروف في ايه? فرق دراجات الحرارة بين السطح وبين الايه المائع? عشان احنا قلنا انتقال الحراب الحمل بيتم بين سطح ومائع. ممكن المائع ده ممكن يبقى هوى. ممكن يبقى مية. ممكن يبقى فريون. اي مائع. انتقال حراب الحمل القصري بقى اللي هو فورس الكونفكشن اللي انا بحط فان. زي ما انا بعمل فان اهي? وبدفع الهوى على السطح. فبيحصل تبادل حراري اسرع. وبيحصل كمية انتقال حرارة كبيرة في وقت ايه? اقل. ايه قانون المستخدم في الموضوع ده. الكيوب وايش في اله دلتة تي نقص الهة دلتة تي عمتلا نقص الهة تي اس نقص ايه. التي اس اللي ايه السيرفيس. اللي هي درجة حرارة السطح. اما التي ايه اللي gauge تي امبي انت. اللي هي درجة حرارة الايه. المحيط. زي ما قولتgroup المحيط ده ممكن يبقى هوا وممكن يبقى مية وممكن يبقى فريون اي مائع. يبقى عندي هنا زي ما قلت. بvine ترقل حرارة في الدلتة تي. الدلتة انت بتبع بفرق درجات الحرارة بين السطح والايه المائة. طبعا في عندي هنا لو انا قلت لك قوات لكل متر مربع يبقى انا بتكلم على معدل انتقال حراب الحمي. لو بيسوي كيو كابيتل على الايه. يديني ايه قوات لكل متر مربع. القانون هو كيو اتش في الاي دلتا تي. لو انا وديت الايه الناحية التانية زي ما انت شايف كده يبقى كيو على الايه. يبقى عند كيو اسمه اللي هو معدل انتقال حرارة بيسوي ال اتش في الدلتا تي. طبعا ده جدول بيقول لي معامل انتقال حرارة بالحمل. اه لبعض الحاجات يعني مثلا زي الهوى. اه ده انتقال الحرارة بتاعه بقى ديه ممكن يجيب لي المياه بقى ديه. طبعا الكلام احنا في في الشغل بتاعنا بقى ديكو الكيمة ديه على طول ما 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 دخلكش جو جدول. اما في ال اما بعد كده ما تيجي بقى تتعمك في انتقال الحرارة. لا الموضوع بيختلف خالص. طب نيجي ناخد مسال مع بعض. مسال بسيط خالص ما فيوش اي حاجة. جدار ساخن مساحته تلاتة متر مربع. اول حاجة جماعة لما جي الشغل في المسألة اطلع الديتا بتاعته على طول. ايه هي المعطيات? قبل ما ابدأ احل. انا افرد انا مش حافظ القانون. ابدأ اول حاجة اعملها اطلع الديتا بتاعته عشان اعرف ايه القانون اللي انا هستخدمه. يبقى عندي الديتا عندي اول حاجة المساحة تلاتة متر مربع. درجة حرارته تسعين درجة مئوية. يمر بجواره هوى. الهوا بقى اللي بيمر هوى ايه? تلاتين درجة مئوية. يبقى درجة الحرارة التي اس درجة حرارة السطح تسعين. وعندي هنا درجة حرارة الهوا المحيط بيه تلاتين. اكتب على طول. معامل انتقال الحرارة بالحمل اللي هو الاتش ستة وقت لكل متر مربع درجة. طبعا لو انا عارف قيمة او وحدة انتقال الحرارة او معامل انتقال الحرارة بالحمد موضع بيبسهل جدا. او ما بشوف الوحدة ديت ببعرف اللي هيديه الاتش على طول. طب ايه هو بقى? عايز يحسب ايه? معدل انتقال الحرارة من الحائط الى الهو. احسب لي كمية الايه? الحرارة. بيتسوي ايه? اخدناه. الاتش في الايه? في الدلتة تي. الاتش عندي هنا. اطلح بقى. انقل بقى على طول. بده ما انا ختبت القانون انقل. اشيلي الاتش وحطه كميتة. كميتة كم? ستة. المسيح مدهلي على طول. تلاتة. طب افرق كان جاب لي حاقت مساحته او مش جاب لك مساحته بقى. جاب لك طول وكزا وعرض وكزا. المساحة بتسوي ايه? طول فعرض. تمام? خلاص نرجع بقى للدلتة تي. فرد درجات الحرارة. بين السطح ودرجة حرارة ايه? الهوى المحيط. هتبسعين ناقص تلاتين. وبالتالي اقدر اطلع على القانون بالف وتمانين وات. لو انا عايز الكيمة ضيط بالكيلو وات ممقاسم على الف. مسال تاني عشان نوضح الصورة. ازا كان معدل انتقال الحرارة من اللوح معدني. وات لكل متر مربع ده الف. وات لكل متر الوحدة دي دي كيوسمول على طول. ابا انا فاهم دي وحدة ايه? درجة حرارة السطح مية وعشرين درجة. درجة حرارة الهوى المحيط عشرين درجة باتي اس والتي اف او تي ايه? يبقى مية وعشرين وهنا عشرين يبقى الدلتة تي عند هنا بمية درجة. احسب ايه? معامل انتقال الحرارة. ده عكس بقى الموضوع. عايز يحسب الاتش. بانا عند الكيوب يستوي ايه? مش الاتش في الدلتة تي? خلاص ايبا انا عايز الاتش. اعمل ايه? اود الدلتة تي من احد تانية مقصوم. هيبقى الكيوب على الدلتة تي. الكيوب كام? هنا جيبها لك هنا بالف. الدلتة تي بمية. هي مية وعشرين نقص عشرين يديني عشرة واط لكل متر مربع. مثال كمان نفس الكلام ونفس الخطوات ما فيهاش اي حاجة. اجيب الداتة بتاعتي اقوم انا راجل شاطر واطلع الداتة بتاعتي من المسألة. المساحة خمسين متر مربع. معامل تقالل حراب الحمل. الهواء الاتش. درجة حرارة الهواء الداخلي والخريجي لها الدلتة تي. هيبقى تسعة وتلاتين نقص عشرين. عايز يحسب ايه? كم متر الحرارة? اتش في ال ايه دلتة تي. ال اتش ما ام اديها لك هو عشرين. ال ايه? خمسين. الدلتة تي دي نقص دي. تسعة وتلاتين نقص اتنين وعشرين. تطلع لي سبعتاشر الف واط. عايزها بكل واط ايه اسم على الف? هيدي سبعتاشر في كيلو واط. انتقال الحرارة بالتوصيل. انتقال الحرارة بالتوصيل وزي ما اتكلمنا انتقال الحرارة بيتم خلال سمك. يعني انا هديك مثال مسلا انتقال الحرارة بالتوصيل عشان الموضوع يبقى بسيط جدا وفوش اي حاجة. لو انا عندي غرفة. نحن نتكلم بقى تكييف دلوقتي. عندي غرفة معرضة لاشعة الشمس. الشمس ضربة على حيط. خلاص? بعد فترة بلاقي ان درجة حرارة في الغرفة اتفعت. جات ازاي? هي الشمس داخل الجوه القضاء? لأ الكلام ده ما حصلش. حصل انتقال حرارة. اولا هو الشمس سخنت السطح الخارجي. طب وبعدين لما السطح الخارجي عندي سخن. حصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي. السمك الحيطة دي حصل فيها انتقال حرارة بالتوصيل. يبقى انتقال حرارة بالتوصيل حصل بين السطح الخارجي والسطح الايه? الداخلي. السطح الخارجي اللي هو معرض لاشعة الشمس. السطح الداخلي اللي هو معرض للهوى المحيط جوه. خلال السمك ده حصل انتقال حرارة بالتوصيل. انتقال حرارة بالتوصيل. زي ما قلت موضوع بسيط جدا. ما فيوش اي حاجة. لما انتقال الحرارة للسطح الداخلي حصل انتقال حرارة بين السطح الداخلي والهوى المحيط آآ بالحيطة. لما انتقال الحرارة سخن الهوى. يبقى انتقال الحرارة من السطح الخارجي للداخلي ومن الداخلي للهوى. القانون المستخدم في انتقال حرارة التوصيل. الكيوب الساوع الكي في الاYeah. دلتا تي على دلتا اكس. الكي. اللي هو معامل اتقال حرار بالتوصيل. الايه مساحة الحيط? لوyan مش جيبتها ليك مباشر. يبقى. يبقى هيجيبلك الطول واجيبلك العرض. متضربهم فبعض. يجبت المساحة. مضروبها في الدلتا تي فارق دراكات الحرارة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي. خلال السمك ده. السمك ده هو لو convicted X. يبقى دلتا تي على الدلتا اكس دلتا تيفا لدريقة الحرارة. اما دلتا اكس اللي هو صمك الحاط. يباحنا كده النهاردة خدنا حاجات كتير جدا. مهمة جدا. خلال الموسير. خدنا انتقال حرارة. موضوع مهم جدا. لازم نفهمه كويس. انتقال حرارة يعني يعني تابلوت كيف معتمل كله على انتقال حرارة. لازم اكون فهم النقطة دي كويس جدا. آآ لازم فيه مثال بحب اقوله كده فيه لما باجي اقرب من نهاية الحلقة. آآ يعني ايه? قوتك بتاخدها من كمية معلوماتك ومعرفتك. كلما زادت معرفتك زادت معلوماتك زادت قوتك. اتعلم. افهم. متخدش كل حاجة بالحفظ. حاول تتعلم وتتعلم وتتعلم قوتك هزيد. هتبتدي تشتغل في مجال السوق العمل. هتلاقي وضعك اختلف عن ناس كتير. استفاد بكل معلومة تاخدها. آآ بكده نكون وصلنا آآ لنهاية الحلقة. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. اشكركم جدا في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.